الفقرات والإطلالات الجميلة اللي كانت حاضرة معنا من فرقة الزيتون التراث الشعبي ونرحب هنا بمسؤول الفرقة السيد أحمد جرال على صباح الخير وأهلاً فيكم معنا نورتونا وأسعدتونا الله أبارك فيك أهلاً وسهلاً فيك أهلاً وسهلاً فيك يعني صباح جميل بهذا التراث وهذه الفرقة اللي بتحفظ فيها على تاريخنا اللي يثبت جذورنا في هذه الأرض واللي بحاول دائماً الاحتلال لصرقته يعني بدايتنا حدثنا عن الفرقة حدوتكم من عصيرة الشمالية قضاء نابلس والفرقة أنتو مؤسسينها من العام 2000 يعني نحكي عن عقدين من الزمن أنا كنت ألبس عربية والزي الشعبي ومن المحافظين عليها حتى من أنا يعني كان عمري 15-16 سنة بس نميت وقويت الموضوع أني في الألفين عملت كونت فرقة والفرقة كونتها مش بس من عصيرة الشمالية أصدقائي لما كنت أنا أروح على مناسبات الأفراح والليالي الملاح ألبس أصحابي وأنا من المحافظين على الزي الشعبي اللي هو القنباز اللي هو القنباز والدماي طبعاً الدماي والقنباز وبعدين كوننا أنا كونت الفرقة مجهود ودعموني طبعاً الفنانين كل الاحترام ودعمنا التلفزيون شوي إذا عاو بالتلفزيون دعمونا الأستاذ أحمد عسف وانطلقنا هسا من روح الحمد لله من روح على نشارك الناس في المناسبات الوطنية والأفراح على مستوى امتداد الوطن حتى 48 جميل طب يمكن تراثنا بما يخص زينة هو معروف وما زال موجود نشوفه في بعض المناسبات ولكن الأغاني التراثية والأغاني الشعبية اللي دائماً منحاول أن نتعرف عليها صعب الوصول لإلها دائماً منحاول أن نوصل لتراثنا وكبارنا بالعمر اللي هم بركتنا لحتى يحدثون عن هذه العادات والأغاني الجميلة اللي كانت حاضرة زمان فكيف بتلاقوا هذه الأغاني كيف بتحفظوا عليها كيف بتصمموها حكي لنا شوي عن موضوع الأغاني حسا إحنا يعني بالنسبة لل حتى الأغاني اللي منستعملها اليوم في الدبكات وفي الحفلات اللي منحضرها يعني منحاول نرجع للقديم يعني إحنا اليوم قدمنا لكم مثلا صحجة السامر السامر الفلسطيني مش كل البلاد بتصحج السامر الفلسطيني وبتختلف من مكان لمكان أيضا من مكان من بلد لبلد من قرية لقرية بتختلف فإحنا منحاول أن نرجع هذا الموضوع نرجع مثلا الدبكة الدبكة حبل المودع ما حدا بيدبكو قليل وما نعطر لا يدبكو حبل المودع علما كانت الناس من أول تلتم البلد يعني نسوان وزلام وكانوا يشاركوا اللي مع خطيبته اللي مع أخته اللي مع شو اسمه ويكونوا العرص كل البلد والحفل كل البلد هذا كانوا شاركة الإناث اللي منفتقدها في أيامنا هذه طبعا طبعا وإحنا منحاول نرجعها يعني حاليا بيكون مغنية مثلا مش شعبة بس منحاول أن نطفي لون التراثي على الحفلة نعم والجميل كمان يعني سيد أحمد لأنه شفنا أعضاء الفرقة متنوعين الأعمار يعني في شباب صغار في يعني في الخطينات كيف الأربعان؟ طبعا عنهم عندي عدد حوالي ثلاثين إلى خمسة وثلاثين فرد شوفي اللي بميز أنه من عدة كرة مش بس من عصير الشمالية من عدة كرة هم أصدقائي في عندي من سن الاثناشر سنة لا حتى 62 سنة 64 سنة الله يعطيهم الصحة أكبر واحد 64 أنا وسط مش دخل وسط صحيحة مهمة ويعمل بالروح فالحمد لله يعني بنعمل لون حلو والناس متشوقة ما إحنا شايفينهم نصبح على الزي الشعبي ومتشوقين يعني الناس تلقيها للزي الشعبي حتى أنا إذا بضيفني ضيف في بيتي بلبسوا زي شعبي وبصوروا يعني مش بس بالمناسبات وبمشاركتكم بالفرقة حتى في حياتك اليومية أنت دائما معتمد على زي الشعبي أغلب وقتي 90% من وقتي في الكمباس شو يعني لك هذا الزي لحظات تنفسك فيه هذا أنا نوع من أنواع النضال في إثبات هوية وحق وتراث إني أنا أحافظ على زي الشعبي نعم وأنتوا بتفصلوا يعني طبعا بنفصلوا بصعوبة لأنه الخياطين صاروا كلال للأسف فأنا بمشي مسافي على طول كرم لا أروح على أخيط ضايلها الاختيار صحيح وآخر آخر من نذكره بالخير خياط 94 سنة عمره لا يأتي الصحة هو ما زال محافظ على اللي هو لخياطة الكمباس والدماية الصح يعني مش شغل بس دبكة لا هو بلبك يعني بفصل الكمباس مثل ما كان يفصله كبل 70 سنة دائما إحنا يعني منحب أن نذكر بهذه الببادرات الجميلة ونذكرها لايك مرة أخرى سيد أحمد ضرار شكرا جزيلا على وجودكم معنا وعلى المسافة اللي قطعتوها من عصيرة الشمالية إلى روم الله هنا لتكونوا معنا وإحنا مقدرين أنه إنتم تعودين أعمالكم تكون مساءا اليوم صحيناكم كثير صحيح بس أكيد رح يكون فيك إلنا كمان إطلالة مع الفرقة الجميلة وأجواءها نعم أكيد تحية إلهم فردا فردا ويعطيكم ألف عافية شكرا لأنكم أنتوا يعني حراس هذا التراث وهذا الجمال شكرا الله يبارك فيكم